في 3 موفمبر عام 1936 ألقى الدكتور أحمد زاكي أبو شادي محاضرة عن عقيدة الألوهية بالأسكندرية حسب اللي قاله في المحاضرة دي فأحمد زاكي أبو شادي شايف إن فكرة الألوهية هي غريزة وفطرة إنسانية جوه كل شخص والكلام ده بيفكرنا بكلام بلوتارك المؤرخ اليوناني القديم لما قال لو لم يكن الله موجودا لأخترعناه وده لأن احتياجنا لوجود إله حاكم هو احتياج ضروري جدا لحياتنا المحاضرة دي ثابت أثر جوا شخص وكانت دافع لإنه يكتب مقال من أشهر مقالات الشخص ده هو اسماعيل أدهم والمقال اللي بقى كتيب صغير هو كتاب لماذا أنا ملحد بس خلونا في الأول نفهم طبيعة الفترة دي اللي كانت فيها موجة الإلحاد عالية جدا أولا برا مصر كان الناس بيقرب شغف وحماس أعمال نيتشا وداروين وسيجموند فرويد أما جوا مصر هنلاقي شبل شميل وسلامة موسى وكلهم كانوا ما شاء الله فاتحين على الآخر ضد الدين وبيأكدوا على الاهتمام بالعلم وبس وكانوا بيقايدوا بشدة نظريات النشوء والارتقاء التطور يعني وبيفضوا فكرة الألوهية وعقيدة الخلود كان العالم كله في حيس بيس بعد الحرب العالمية الأولى والناس ضاعة وشافوا بعنيهم ضاعة قيمة ولمعنى واختفى اليقين تحت وطئة الآلة الحربية العملاقة اللي ضيعت أرواح عشر مليون إنسان اتولد اسماعيل أدهم عام 1911 في الأسكندرية لأب مسلم متعصف جدا للإسلام وأم مسيحية بروتستانتية من أصل ألماني ماتت بعد ما والدته بسنتين بيفتتح أدهم كتابه لماذا أنا ملحد الـ 12 في أغسطس 1937 بأبياد شعر للشاعر الجميل صدق الزهاوي بيقول فيها لما جهلتوا من الطبيعة أمرها وأقمت نفسك في مقامي معللي أثبتت ربا تبتغي حلا به للمشكلات فكان أكبر مشكلي وبيبدأ أدهم يحل العوامل اللي أدت بيه للإلحاد فبيقول إن الأسباب التي دفعتني للتخلي عن الإيمان بالله كثيرة فمنها ما هو علمي بحت ومنها ما هو فلسفي صرف ومنها ما هو بين بين ومنها ما يرجع لبيئتي وظروفي ومنها ما يرجع لأسباب سيكولوجية ببساطة وسلاسة بيحل الأدهم عالم الرياضيات موقفه بلا تعصب أو تشنن وبيفكك فكره ورؤيته للعالم بيشوف أدهم إن الأولى إنه يركز أكتر على الأسباب العلمية اللي خليته يلحد لكن أنا شايف إن العوامل البيئية مرتبطة بظروف ناشية أدهم أهم لأن الأسباب العلمية اللي بان عليها إلحاده تجاوزها العلم دلوقتي وبقت أشبه بأحفير تاريخية قديمة في حين إن العوامل والظروف التربوية اللي عاشها لسه لحد الوقتي بنعاني منها في زمننا فخليونا نركز عليها في الحلقة الأولى النهاردة كانت تفولة أدهم متأسمة بمعسكرين متضدين كل معسكر بيجذبه ناحيته باللين وبالقوة وده كان بداية الصراع في حياته بعد ما ماتت أمه اتولى رعايته أختين لي أعلموا أصول المسيحية وكانوا بياخدوه معاهم للكنيسة بس إيمان إخواته للبنات كان إيمان على أده كده فكانوا معتقدين حسب كلام أدهم إن كل ما تحتويه الطورة والإنجيل ليس صحيحا وكانت تسخراني من المعجزات ويوم القيامة والحساب في مقابل كان أبوه متعصف جدا الإسلام فخلى زوج عامته يرعاه زوج عامة أدهم كان بيخليه صل الجمعة والطراويح ويحفظه القرآن فبيعلق أدهم على الفترة دي من طفولته وبيقول وكان هذا كله يسقي الكاهلي كطفل لم يشتد عدوه بعد حفظ أدهم القرآن فعلا وجوده لكن بيعقب على ده وبيقول غير أني خرقت صاخطا على القرآن لأنه كلفني جهدا كبيرة كنت في حاجة إلى صرفي لما هو أحبه إلى نفسي منه وكان ذلك من أسباب التمهيد لثورة النفسية على الإسلام وتعاليم وكان أبو أدهم بيمنعه من الاختلاط بغيره وبيمنعه من الخروج وكل الحاجات اللي طفل زيه وفي سنه يحب يعملها وده أثر جدا على نفسية أدهم الطفل اللي بيشرح الكلام ده وبيقول ولقد عنيته أثر هذا التحريم في فردية تبعدني عن الجماعة فيما بعد يعني خليتهم طوائل وما بيحبش يتعامل مع الناس فكانت بديل الطفل منغلق عن نفسه بالشكل ده هو الكتب راح أدهم يقرى الفلسفة الغربة وعلماءهم أرى الداروين وسبنسر وإرنست هيكل وديفيد هيو وكلهم ما شاء الله يعني ملحدين ملحدين فتأثر بكلامهم وأفكارهم وموضوعات اللي بنقشوها في كتابهم وبدأ يتعلم الألمانية والتركية والعربية ووقع في حب الرياضيات فدرسها وقرأ فيها وما كانش راضي عن الرياضيات الكلاسيكية وبدأت نفسية أدهم الجديدة تاخد منحنة جديدة تماما أما الأب فكان لس على حاله وكان متأثر جدا بسقوط الخلافة بعد الحرب العالمية الأولى وكان لازم تحصن مواجهة بين الأب بأفكاره الأديمة وبين أدهم بأفكاره الحدثية ففي مرة والأب عمل يفرض توجهاته ووصيها على أدهم اندفع أدهم وباح بكل اللي في نفسه بيحكي أدهم عن الواقع دي وبيقول ولكن كان أبي لا يعترف لي بحق تفكيري ووضع أساس عقيدات المستقبلية فكان يفرض علي الإسلام والقيام بشعائره فرضة وأذكر يوما أني صرت على هذه الحالة وامتنعت عن الصلاة وقلت لها وإني لست بمؤمن أنا ضرويني أؤمن بالنشوء والارتقاء ودي كانت بداية حياة أدهم الجديدة وبداية طريقه اللي مش هيرجع عنه واللي هتخليه يسافر لموسكو عشان ياخد الدكتوراه موسكو معقل الحياة في الزمن ده إيه اللي حصل بعد كده وإيه سيناريو حياة أدهم بعد سفر لموسكو ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الحلقات القادمة لو عجب أجل الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وصب لنا تعليق في دنا وأشوفكم على خير موسيقى 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 موسيقى